اهلا بكم ما أسباب اتساع نطاق البطالة بين أوساط الشباب العراقي رغم أن العراق من أغنى الدول بالنفط والثروات هل فعلا لا توجد رؤية وقدرات على التخطيط قريب وبعيد المدى رغم امتلاك العراق وبشهادة تاريخه الحديث عقولا وخبرات لها بصماتها الهائلة التي تشهد لها مختلف دول العالم في البناء والعمران والتعليم والطب والعلوم الأخرى بينما حذر برنامج الأغذية العالمي من اتفاع نسب البطالة في العراق إلى أكثر من 40% وذكر البنك الدولي أيضا أن الاقتصاد العراقي لن يكون قادرا على خلق الوظائف لأعداد الشباب المتزايدة نتيجة تزايد عدد السكان ويصف خبراء اقتصاديون اتساع معدلات الفقر المصحوب بزيادة معدلات البطالة في العراق بالقنبلة الموقوطة بالسبب الفساد المالي والإداري الذي يتصف به نظام المحاصصة في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن بينما يتوقع أيضا مراقبون للمشهد العراقي أن سوء إدارة ونقص الخدمات الأساسية أسهم بشكل كبير في اتساع نطاق البطالة وجعلت الشباب المطالب بحقوقه في العمل والحياة الكريمة أشبه ببركان على وشك الثوران والانفجارة هذه المحاور نناقشها في برنامج تحت الضوء هذا اليوم بعنوان البطالة بين أوساط الشباب العراقي نناقش هذه المحاور مع ضيوفي الكرام الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الأستوديو الأستاذ حسين السبعاوي مرحبا بك أستاذ حسين وأيضا عبر سكايب الخبير الاقتصادي الأستاذ صباح علو مرحبا بك أستاذ صباح أهلا ومرحبا بكم إذن مشاهدين الكرام نشاهد بداية هذا التقرير كونوا معنا الظروف الصعبة التي عاشها العراق منذ احتلاله في عام 2003 أدت إلى زيادة نسبة البطالة في بلد غني بالنفط والموارد الطبيعية إذ انتشرت هذه لافة لدى فئة الشباب كثيرا من جراء الفساد والمحاصصة وغياب التخطيط والرؤية مقابل ازدياد عداد الخريجين وعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في بلاد الرافدين الجهاز المركزي للإحصاء في العراق أكد أن معدل البطالة في البلاد بلغ أكثر من 16% وذكر تقرير برنامج الأغضية العالمي أن البطالة في العراق قد تجاوزت 40% خرجوا المعاهد والكليات في ذيقار جددوا تظاهراتهم وسط المحافظة للمطالبة بتوفير درجات وظيفية وفرص عمل لهم إذ قاموا باغلاق ديوان محافظة ذيقار احتجاجا على عدم شمولهم بالتعينات وقامت القوات الحكومية بتفريقهم بالقوة واعتقال عدد منهم خبراء اقتصاديون وصفوا مشكلة البطالة بالقنبلة الموقوطة اتصلوا نسبتها في العراق إلى أرقام غير مسبوقة بما يعني جوع أسر بأكملها وهو الأمر الذي يثير القلق والغضب أيضا من إغفال الحكومة معدلات البطالة المتصاعدة البنك الدولي تحدث في تقرير سابق عن أن العراق يقف في مفترق طرق وبلغيه نقطة أصبحت فيها الحلول السريعة محدودة مؤكدا أن الاقتصاد أضحى بحاجة إلى تحول جذري إذا كان يراد له أن يكون قادرا على خلق الوظائف لعداد الشباب المتزايدة من السكان ازدياد معدلات البطالة في العراق إلى مستويات غير مسبوقة على الرغم من ثروة البلاد النفطية الضخمة التي يبدو أنها لم تسهم في تحسين مستوى معيشة العراقيين نتيجة للفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات الضرورية مما يسهم كثيرا في اتقاد ثورة تطيح برموز الفساد وميليشياتهم المدعوبة من إيران إذن أبدأ معك أستاذ حسين السبع ولماذا تتسع أو يتسع نطاق البطالة في العراق رغم أن العراق بلد غني بالموارد سواء الموارد النفطية أو الموارد الطبيعية والموارد البشرية يعني أنا أولا بداية تحية لكم ولمشاهديكم والضيف الكريم الأستاذ صواح أنا أعتقد أن العراق يفترض بأن لا يوجد فيه أي بطالة يفترض به نسبة الطرف والغناء على مستوى عالي أسوأا بباقي الدول لأنه دولة نفطية دولة زراعية دولة تجارية بنفسه كالدولة صناعية يستطيع أن يجد موارد مالية كثيرة إلا أن هناك أسباب رئيسية في وجود البطالة ووجود نسبة الجوع الفقر وارتفعت في العراق السبب الأول والرئيسي هو الفساد اللي موجود في جميع مفاصل الدولة اليوم يعني يعني إحنا لا نتكلم عن شيء مخفي أو عن شيء غريب اليوم مفاصل الدولة اتداءا من مجلس النواب الحكومة الدرجات الخاصة نزولا إلى بواب الوزارة الفساد كان استشرا في كافة مفاصل الدولة فمن الصعب أن تعالج قضايا الفقر والبطالة وإلى آخره السبب الثاني سوء إدارة موارد الدولة العراق مثلا هي كبلد أربعين مليون عندما تأتي الدولة وتوظف ستة ملايين هذه النسبة غير مقبولة مع عدد السكان لكن هل أداء هذا ستة ملايين هو يساوي أداء مثلا اثنين مليون جواب لا لماذا؟ لأنه لم تأخذ من الوظائف ما يحتاجه المجتمع يعني عسكرة المجتمع في حين العراق لم يجد أي تهديد خارجي تعداد القوى الأمنية في العراق مليون ومئتين ألف مسلح يعني عسكري أو مدني يعني أمن رجل أمن هذا العدد أكبر مما يحتاجه العراق الأحزاب عندما أخذت تتعامل مع الملف الاقتصادي أنه من ينتمي لهذا الحزب يأخذ ملف ويوظف من ينتمي أو ينتخب هذا الحزب يوظف بغض النظر عن كفاءة وعن احتياج بمعنى جهاز التخطيط المركزي كان شمه معطل أو ملغي ليس له أي دور في الوظائف وفي تحديده وفي أنواحه وفي كل شيء تقصد أن هذا الأمر ربما يكون مقصودا لكي ينخلط الشباب مضطرين إلى الفصائل المسلحة؟ هذا في مجال القضايا الأمنية والميليشيات وعسكرة المجتمع لكن أيضا في قضايا أخرى الأحزاب وظفت بعض الناس فيما يطلق عليه بالاقتصاد اللي يسموها البطالة المقنعة البطالة المقنعة أنه موجود عدد من الأشخاص في دائرة ما الناتج مالهم لو كان نصف العدد موجود يساوي نفس الناتج بمعنى نصف هذا العدد هو زايد هذه بطالة مقنعة الباع المتجولين بطالة مقنعة العمل في الخدمات مثل المنازل وخدمات الأشخاص وإلى آخر هذه بطالة مقنعة لأن لا تأتي أي إنتاج ولا تنمية ولا علاقة في هذا فالعراق سبب هذا هو عدم سوء إدارة الدولة الواردة وبنفسه لوقت الفساد الأخرى هي مشكلة سياسية اليوم في العراق النظام السياسي الطائفي الذي اعتمد في العراق من 2003 وإلى الآن هو أحد أهم الأسباب الرئيسية في كل ما يجري في العراق وواحدة منها هو قضية الاقتصادية لأنه أنت عندما تدير الدولة على أسس طائفية سيكون لك خصوم وإقصاء أنت ستقصي مكونات كبيرة من المستمع تقصد على أسس المحاصصة المحاصصة والطائفية اليوم لا نأخذ يعني كثير من دوائر الدولة تجد مكون واحد لديه تقريبا 95% من هذا المكون في حين المكون الأخر ليس له دوم القصة ليست فقط محاصصة حتى المحاصصة لم تنفذ حسب مكونات المستمع العراقي هي لا محاصصة ولا كفاءة فكانت الوظائف خصوصا في المجال الأمني لماذا لا نقول أن المشكلة السياسية هي السبب وبالتالي أفرت على إدارة الدولة بالتأكيد المشكلة السياسية هي السبب الرئيسي في كل ما يجري وبنفس لقت عنوان هذه المشكلة هو إدارة الدولة على أسس طائفية دعني أستاذ حسين أقف عند هذه النقطة ولنناقش هذه النقطة اقتصاديا الساد صباح علو الخبير الاقتصادي يعني جميع دول العالم هناك مصطلحات اقتصادية جديدة ظهرت مثل الاستثمار في رأس المال البشري هذا الاستثمار الموارد البشرية هي الأهم على الإطلاق فيما يخص نوع وجنس هذه الموارد في العراق يتم إهمال الموارد البشرية والاستثمار في رأس المال البشري ويتم فقط التركيز على موضوع رصد الميزانيات المليارية الضخمة وتوزيعها على شكل رواتب للموظفين إهمال الجانب الإنتاجي إهمال المصانع إهمال إنتاج المعامل ترى هل هذا الأمر له وقع بالتأكيد على الواقع الاقتصادي العراقي كيف ممكن أن تصف لنا سوء الإدارة التي تحدث عنها الأستاذ حسين ولكن من ناحية الاقتصادية تحية لكم ولضيفكم الكريم حقيقة عدم وجود توجه حقيقي للاقتصاد إلى أين يسير في العراق هذا منذ 2003 هو الغاية الآن هذا هو الجوهر الأساس هل هو اقتصاد السوق؟ هل هو اقتصاد تتحكم به الدولة رئيس مالية الدولة؟ أم أنه اقتصاد حر مفتوح يعطي فرصة للقطاع الخاص أن ينهض على حساب إمكانيات الدولة؟ هناك حقيقة جانب خطير جدا أن أي شكل من أشكال الاستثمار بوجود أموال لا يقابلها استثمار للقوى العاملة بكل اقتصاصاتها لا يمكن أن تكون هناك نهضة اقتصادية ثقافية اجتماعية أو خدمية أو غير ذلك في الدولة يعني نأخذ مثال بسيط على ذلك دولة مثل سنغافورة التي سكانها لا يتجاوزون العشر مليون أو أقل حاليا الناتج الإجمالي المحلي لها السنوي يتراوح للفرد الواحد حصة الفرد الواحد تتجاوز سرعة وثمانين ألف دولار بينما العراق اعتماده على النفط كبلد ريعي لاحظ مهما دخلت الإيرادات العالية لاحظ إن لم توظف مقترنة باستخدام القوى العاملة لا يمكن أن تكون نهضة ونلاحظ سنغافورة أصبحت من الدول الستة في العالم من حيث الشفافية من حيث الحوكمة الإلكترونية في السيطرة على كثيرا من الحياة الاجتماعية والفردية والاقتصادية وغير ذلك علما بأن سنغافورة لا تمتلك خيرات والثروات كما يمتلك كل عراق علما بأن الفرد محصن بالخدمات حاصل على حقوقه وغير ذلك إذن هناك خلال في النظام السياسي الذي يعكس لنا سوء الاقتصاد في العراق وكأن هناك توجيه حقيقة للعمل على إبقاء حالة العراق دون النهوض واستثمار العقول العقول العراقية نلاحظ رغم توسعها الكبير جدا في التخصصات من خلال العملية التعليمية التي دخلت في حالة من الفوضى في التوسع الكمي ونلاحظ وجود عدد كبير جدا من الاختصاصات والخريجين سنويا يضافون إلى سوق العمل دون وجود أي شكل من أشكال التخطيط لاستثمار حتى التخصصات النادرة يعني نلاحظ أن هناك بصراحة تخصصات قيمة وجيدة تتناسب مع روح العصر والتطور في العالم ولكن لم تلقى مكانا تعمل به وهذا هو في اعتقاد الجوهر الأساس هل هو سوء إدارة غير متعمد أم أنه مخطط له وصولا إلى هذه المرحلة التي دفعت بالشباط بالتجاهات مختلفة يعني نلاحظ أن البطالة عندما تصبح 20% 20 وليس 40 كما يقول صندوق النقد الدولي أو غيره 20% بمعنى أن هناك 8 مليون عاطل يضاف لهم البطالة المقنعة الموجودة في الدولة في داخل مؤسسات الدولة بحدود 2.4% اللي يشكلون 40% حسب وزارة التخطيط تقول أن هناك بطالة مقنعة 40% يكون هناك 2.4 مليون أي هناك 10.4 مليون عاطل عن العمل لا يقدمون إنتاجا للبلد مستهلكون بمرتبات أو بغيرها لاحظ أما زيادة البطالة تعكس لنا سلوكيات خطيرة جدا في التركيبة الاجتماعية الاقتصادية في السلوك هناك أمر أيضا للجريمة والمخدرات وحمل السلاح وانتشارة لا يمر يوم إلا وهناك في كل مدن العراق أنواع مختلفة من الجرائم التي عكست لنا حالة البطالة مقترنة بزيادة الفقر يعني كل ما تزداد البطالة تزداد حالة الفقر ويقدر بحدود حوالي 40% حاليا يعيشون تحت خط الفقر أي لا يحصلونه في اليوم الواحد على 1.5 بينما هناك تقارير حكومية سالس صباح تتحدث عن 100 ألف عامل أجنبي يعمل في البلاد اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للسادة حسين السادة حسين يعني لماذا 100 ألف عامل أجنبي يعمل في العراق والشاب العراقي يتظاهر ويريد حقوقه في العمل ويريد حقوقه في الحياة في بلده هذا حق من حقوقه السبب الأول هو سياسة الدولة توجهها الطائفي لو تأتي إذا تسأل أنا أولئا المئة ألف غالبيتهم غالبيتها أولئا من حلفاء إيران أو المقربين إيران يأتون بهم طبعا يعني ويعملون حتى يسحبوا الشباب العراقي إلى الميليشيات وإلى التسلح وإلى العسكرة لأن هذا العامل الأجنبي عندما يأتي ويقبل بالعمل بمئة دولار بالشهر العراق لا يمكن أن يستطيع العامل أن يعمل بمئة دولار ويستطيع أن يعيشوا فوق الأسعار اللي موجودة وفوق ما يحتاجوا من استهلاك يومي خلال الشهر لا تكفي هذا مستحيل يعني فيضطر الشاب أن يذهب إلى الفصائل المسلحة هذا من جهة من جهة أخرى أنه استغلال هذا اللي موجود هو لم يأتوا من خلال عقود وشركات منظمة تدفع لهم ضمان صحي وإلى آخرين عملية تهريب وعملية يعني بطريقة بطريقة فاسدة يمارس هؤلاء أرباب العمل مع هؤلاء الذين يأتون أغلبهم من أفغانستان باكستان إيران الهند هؤلاء يأتون للعمل بطريقة تهريب ويمارسون عمل بدون أي قانون عمل لا يوجد أي قانون عمل الشاب العراقي يطر أن يذهب إما إلى الفصائل المسلحة ليمارس العمل وضمن سياسة عسكرة المجتمع الطائفية أو يذهب إلى اتجاه آخر واتجاه الإجرام وإلى آخر أو المخدرات تلاحظ أنه أي بلد فيه نسبة بطالة كثيرة تجد نسبة الجرائم كثيرة تجد تعاطي المخدرات وانتشارها بنسبة كثيرة ألا ترى أن الأمر فيه نوع من الغرابة؟ هذه المخدرات بطبيعة الحال وحسب المختصين يعني يقولون إن أسعارها غالية جدا فإذا كان هناك شاب لا يعمل من أين يأتي بالمال لكي يتعاطى المخدرات؟ كيف يحصل على هذه الآفة الخطيرة في حين أنها غالية الثمن؟ هناك من يسهل هذا الأمر ألا ترى أن في الأمر هدف معين يستهدف الشباب العراقي؟ عندما نعرف من أين تأتي المخدرات نعرف أنه ما هو التوجه ماذا يراد المجتمع إذا نعرف من هو يدير الدولة اليوم نعرف وأهدافه نعرف لماذا يراد انتشار مخدرات في العراق المخدرات في العراق تدخل عن طريق سوريا التي هي سيطرة على منافذها الحدودية الميليشيات وخاصة الحزب الله وتدخل من إيران الآن ديالة بورصة المخدرات مدينة ديالة أصبحت بورصة مخدرات بكل أنواعها بكل أصعاد يعني سوق الجملة في ديالة هذه طبعا الجريمة ما كانت تحدث عبر تاريخ العراق اليوم عندما تكون عندك أزمة اقتصادية ما يفترض أن تذهب إلى المخدرات وإلى عسكرة المجتمع والآخرين عليك أن تفعل القطاع الخاص والاستثمار في البلد لاحظ أنا لست ذكرت من البداية أن المسكلة السياسية اليوم لا يستطيع مستثمر أن يأتي إلى العراق ويفتح شركة ويعمل بل مستثمر عراقي لا يستطيع أن يعمل ما لم يدفع لهذه ولكن هنا سؤال آخر مهم أستاذ حسين لماذا العراق بالذات يعني لماذا ليس في باقي الدول المجاورة فقط العراق مستهدف شبابه بهذا ليس فقط العراق كل دولة تهيمن عليها إيران هذه الانتجة الطبيعية في لبنان نفس العراق في سوريا نفس العراق في اليمن نفس العراق هذه الدول التي هيمنت عليها تقصد فقط الدول التي فيها نفوذ إيراني النفوذ الإيراني وميليسيات التابعة لإيران وحلفاء إيران وإيران بذاته في كل دولة تدخلها تفكك هذه الدولة حولها من دولة مركزية إلى دولة فاشلة بجموعة كانتونات مبنية على الطائفية تظهر فيها داعس يعني بطريقة يعني وكأنما وجود الميليسيات ووجود داعس هي مع المسرع الإيراني تدخل إلى البلد لفكك هذه الدولة أيضا هذا ضمن المسرع الأميركي اللي هي الفوضى الخلاقة اللي تريدها أميركا منذ بداية الاحتلال أستاذ حسين والحديث اسمح لي فقط أن ننتقل لأستاذ صباح أستاذ صباح الحديث بعد الاحتلال أو قبل الاحتلال كان أن العراق سيكون بلدا أنموذجا يحتذا به بين الدول هناك ستكون خصخصة سيكون هناك دعم للطبقة المتوسطة دعم للقطاع الخاص في العراق ولكن بعد الاحتلال بثواني بدأ الانهيار أخذ بمجراه في العراق الانهيار الاقتصادي والانهيار بجميع الاتجاهات يا ترى لو أخذنا مثلا وحضرتك ذكرت إحدى تجارب الدول مثلا سنغافورة يعني ماذا لو كان في العراق قطاع خاص وكانت هناك طبقة متوسطة قوية وكان هناك اعتماد على المعامل والمصانع وتشغيل أموال الميزانية بدل توزيعها على شكل رواتب ومستحقات للحمايات وإلى آخره والفضائيين وكذلك للموظفين الحقيقيين في إطار البطالة المقنعة لو كانت الميزانية تشغيلية فعلية وكان هناك موارد ترصد لبناء مصانع ومعامل كيف سيكون شكل مستوى الدخل للمواطن العراقي حقيقة العراق دخلته إرادات عالية جدا ليس من 2003 وإنما منذ فترة منذ تقريبا ارتفاع أسعار النفط منذ 40 سنة بهذا الشكل نقولها ولكن طبيعة الحكومات والنظم التي مر بها العراق سببت كثيرا من حالة التراكم السيء في إدارة الاقتصاد بالعراق لأن التجهيلة يعني بعد الحرب العالمية الثانية وحركات التحرر والاتجاه إلى بناء مجتمعات اشتراكية اشتراكية ماركسية اشتراكية عربية اشتراكية اسلامية اشتراكيات وهذه كلتها فشلت بما فيها حتى الاتحاد السوفيتي فشل وبدأت حالات التفكك وغير ذلك هذا الجانب مع الاسف لا توجد قيادات سياسية بالعراق استفادت من تجارب شعوب بالعالم لماذا؟ لماذا انهارت كثيرا من النظام ومنها العراق يعني حقيقة حالة التراكم في العراق نحن دخلنا من الحرب العراقية الايرانية وإلى 2003 احنا في حالة دولة هشة نظام هشة حقيقة هذا هو الجانب الخطير الذي اعطى كل المبررات للتدخل في شؤوننا ومنها الاحتلال حقيقة لذلك اللاحظ ما نعيشه اليوم هو حالة تراكمية اضافة الى عملية الاحتلال الامريكي وانعكاسها ثم التدخل الواضح في كل مؤسسات الدولة من قبل ايران التي اعطيت فرصة لكل الولائيين لها من خلال المحاصصة والطائفية ونصرة المظلوم ونصرة الهل البيت ومعرف ايش باتجاهات مختلفة ولغاية الان نحن نسير حقيقة بشكل او باخر ما بين هذه التوجهات لذلك اللاحظ ان البطالة ازدادت اعتمادا على الارادات النفطية التي توزع يعني لاحظ 2004-2005 الموازنة التشغيلية كانت لا تتجاوز 50% والعمل على وجود 50% اخرى من الارادات توظيفها لعمليات اعادة بناء البنية التحتية للعراق ولكن الذي حصل بعد 2006 بعد الانتخابات وتشكيل حكومات محصصاتية اللاحظ تزداد في كل سنة الموازنات التشغيلية وتنخفض الموازنات الاستثمارية وهذا ادى الى حالة من التراكم وصلنا الى مرحلة بحيث 2019-2018 ليس لدينا كما يصرح وزير المالية او رئيس الوزراء مستقبلا بعد ثلاثة اشهر اربعة اشهر لا نمتلك امكانيات دفع المرتبات بمعنى ان اصبحت الارادات لا تكفي فقط الا لعمليات الموازنة التشغيلية التي تسرق اكثر من نصفها وهذا هو سبب حالة الهدر يعني لو ترجع الى الموازنات حقيقتين نلاحظ التخصيصات في 2013 لوزارة التجارة عالية جدا التخصيصات الى وزارة الصحة والتعليم وغيرها كانت عالية ولكن لم تستثمر بشكل او باخر تنعكس على خفض البطالة وخفض الفقر ولذلك نلاحظ ظاهرة الفقر حاليا بالعراق اصبحت ظاهرة مركبة السبب هو هناك فقر فيه صحي يعني ما خصصه في 2019 لوزارة الصحة يستفيد منه فقط 33% من الشعب العراقي وفق دراسات لصندوق النقد الدولي كذلك ايضا ما خصصه للتعليم هناك فقر في التعليم المستفيدين من مخصصات التعليم في الموازنة 2019 نلاحظ 60% اي ان 40% محرومين هؤلاء وين يتوجهون؟ هذا جانب كلش مهم يعني يؤدي ذلك الى سيادة في البطالة سيادة في الفقر سيادة في الشروط وحالة الهجرة ايضا هناك ايضا الفقر المعيشي حيث ان نسبة الفقر حاليا بالعراق تزداد بسبب ان دخل الفرد الفقير لا يتجاوز الدولار والنصر وفق الاحصاءات الدولية اذا نحن في حالة خطيرة جدا من الصعب جدا الخروج من هذه الازمات بوجود هذه العقلية السياسية الاقتصادية التي سببت اشكالا كبيرا في توقف عديد المشاريع او المصانع التي كانت موجودة قبل 2003 دون العمل على استعادتها وتوظيف الارادات الداخلة في عملية امتصاص البطالة وتوظيف التخصيصات احب ان اكثر من مئة الف من العاملين من الخارج يعملون في العراق حقيقة هي سياسة من اجل اخضاع ودفع كما تتكلمه الاستاذ حسين دفع الشاب باتجاه عمليات التسلح الجريمة المخدرات وغير ذلك او الهجرة او الهجرة خصوصا للاختصاصات النادرة الى الخارج نعم ونسمع دائما بمصطلحات رنانة في قبة البرلمان موازنات تشغيلية وموازنات استثمارية والى اخره من مصطلحات في حين تشكو جميع الوزارات من قلة التخصيصات وليس يوجد هناك تخصيص ومن هذا الكلام في حين عندما تقرأ عن الموازنات في العراق ترى ان هذه الميزانيات او الموازنات تكفي لبناء خمس دول عربية مثل ما تحدث خبراء اقتصاديون ولكن الشاب العراقي يعاني من البطالة ويتظاهر من اجل الحصول على وظيفة تذكر مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية بان عدد الخريجين في العراق يعني يصل الى نصف مليون خريج لا يدخل الى سوق العمل يعني يدرس ويتعب ويشتخد ويحصل على الدرجات من اجل امل وطموح يكتشف بانه درسه وتعبه للا شيء لا يوجد سوق عمل يجد مكانه في ساحات التظاهرات سنة سنتين ثلاثة او يعمل بوظيفة عقد او غير عقد ما مسمى بغير بأجور مجانية على امل ان يتعين وهذه حياته لذلك يهرب من العراق متجها الى الخارج نشاهد مشاهدين الكرام هذا التقرير عن اتساع نطاق البطالة في العراق واسبابه وتدعيته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بكم ومشاهدين الكرام مرة اخرى ونصلت الضوء في حلقة هذا اليوم على البطالة واتساع نطاقها بين اوساط الشباب العراقي استاذ حسين بغياب سوق العمل واستهداف الطبق الوسطى يعني عندما تنظر الى العالم وكيف ينظر الى موضوع الاستثمار في رأس المال البشري وخلق الوظائف كلها مصطلحات تجدها في التقارير التابعة للأمم المتحدة التي تتبعها جميع الدول على الاطلاق ما عدا دول معينة في العراق يغرد خارج السرب يعني العراق كوكب من غير لا ينتمي ربما الى هذا العالم الاممي اللي يتحدث عن تخضير الوظائف انتقال نوعية الوظائف من الوظائف المضرة بالبيئة وضد التلوث الى ممارسات وظيفية تحافظ على البيئة وضمن يعني مصطلح الاقتصاد الاخضر او مصطلح التنمية المستدامة الى اخره من المصطلحات التي بدأت تظهر بعد عام 1980 و الى الان ولكن العراق لا تجد فيه هذه المؤتمرات ربما موجودة على شكل ندوات مؤتمرات ولكن في الداخل العراقي ترى كيف تنظر الامم المتحدة الى نتاج الاحتلال الامريكي في عراق الشاب العراقي فيه يبحث عن اي وظيفة حتى وان كانت وظيفة تسهم في التلوث ليس لها علاقة بالتخضير شوف انا مألوم الشاب العراقي في اي وظيفة يريد لانه حق الحياة لازم ان يدعيش العراق ليس يعني لا يمتلك كفاءات اقتصادية تستطيع ان تدير البلد وتستطيع ان تنقذ يمتلك العراق يمتلك ولكن الاقصاء الاقصاء هو السبب في ابعاد الكفاءات وهذه الكفاءات موجودة الان في الداخل موجودة منها في الداخل ومنها هاجرت وتركت البلد الامم المتحدة في احتلال العراق هي جزء من المشكلة وما زالت تقارير امم المتحدة منحازة للقوى السياسية التي كانت سبب رئيسي في فشل العراق لحد هذه اللحظة ولم تنحاز الى المجتمع العراقي باستثناء التقرير الى الاخير شوية اعطى مؤشرات انذار في العراق منذ 2003 والى الان اعتمد على سياسة اقتصادية فاشلة لتدمير الاقتصاد العراقي وتدمير المجتمع العراقي وهو القضاء على الطبقة الوسطى في اي بلد موجود طبقة وسطى لا يعاني من ازمة اقتصادية طيب يعالج نعم هذه النقطة فقط اشرح لنا السيد حسين الطبقة الوسطى ما فائدة بها الطبقة الوسطى هي عادة ما تكون ترتفع من الطبقة الفقيرة الى الطبقة الوسطى وليس العكس ان تنزل من الطبقة الغنية الى الطبقة الوسطى عادة ما تصعد من الطبقة الفقيرة هذه تأتي من اين تأتي من سياسة اقتصادية تعتمد على السوق الحر تعتمد على قطاع خاص وقطاع حكومي بمعنى قطاع مشترك تعتمد على تنمية الموارد على أفضل وجه تجد طبقة وسطة تعتمد على بيئة آمنة لرأس المال كل هذه تهيئ للطبقة الوسطى تعتمد عدم التمايز بين المواطنين اليوم بالعراق لا يستطيع أحد أن يبني مشروع لا يستطيع أحد أن يفتح مصنع بل المصانع الموجودة في العراق لاحق قبل 2003 كم كانت عدد المصانع الموجودة كلها أغلقت سواء كانت الحكومية أمثال التصنيع وغيرها أو المصانع الخاصة كلها أغلقت هاجر رأس المال هاجرة الكفاءات ما بقى هو مقصي ممنوع لها الحديث وممنوع لها الكلام فبالتالي أنت عندما تقضي على الطبقة الوسطى أنت أنشأت طبقة فقيرة أغلبية يسموها أغلبية فقيرة مسحوقة مع أقلية غنية مترفة هذا النظام احتمدته بريطانيا على العراق لكنها فشلت في احتلالها الأول للعراق عام 1920 أرادت بكل قوة أن تجعل من العراق تقضي على الطبقة الوسطى ليكون هذه الطبقية موجودة في العراق ما قدرت في حين نجحت في الهند نجحت في مصر إلى حد ما في العراق ما نجحت الآن بدأ العمل على هذا المشروع بعد الاحتلال الأميركي على القضاء على الطبقة الوسطى لإيجاد أغلبية فقيرة مسحوقة مع أقلية غنية مترفة فاسدة هذه الأغلبية الفقيرة المسحوقة لديها لاستعداد العمل في أي مكان في أي نوع من أنواع العمل لا يهمها بعد حتى تخصصها يعني مثلا مهندس يعمل في محل لا علاقة له في الهندسة الآخر متخصص في التربية لا علاقة له في موضوع التربية إضافة لذلك أنه خمسين بالمئة منهم يعملون في بطالة مقنعة فإذا أنت قضيت على الطبقة الوسطى أنشأت طبقة فقيرة جائعة لم يستعد أن تذهب إلى أي شيء تذهب حتى للجريمة تعاطى المخدرات أو تعمل في ترويج المخدرات تذهب إلى العسكرة تذهب لكل شيء الطبقة الوسطى هي صمام أمان لمعالجة أي نظام اقتصادي فيه قضية أخرى يقول لك أنه الموارد العامة الأرق طبعا يعتمد على النفط طيب ماذا الدول التي ليس لديها نفط تحدث الأستاذ صبعا فيه كتاب يتكلم على هذه الكذبة أنه البلد الذي ليس فيه موارد أوليه ويعتبر بلد يعني لا بد أن يكون فقير ويكون جاع هذا كلام غير صحيح يعني غير مقنع فيه كتاب كتب اللي في الثمانينات اسمه يعني صناعة الجوع وخرافة الندم في كل بلد ما موجود في الأرض من مواد وما موجود في البحر من مواد تكفي لمستوى اقتصادي متوسط لأي بلب ذكر صاحب الكتاب أنه فقط في البحر ما يكفي البشرية من طعام وغذاء في البحر فقط وليس في الأرض ولا في الجو ولا في كل شيء القصة وين هناك سياسات فاصادية فاشلة وسياسة عامة اعتمدت الطائفية في إدارة الدولة مما أدى إلى عسكرة المجتمع إلى انتشار الجريمة إلى إقصاء الكفاءات هذا هو السبب الرئيسي في مشكلة العراق الاقتصادية اللي هي القضاء على البطالة نشر القضاء على الطبق الوسطى انتشار الجريمة عسكرة المجتمع عدم تعيين الكفاءات العراق بلد بالمناسبة العراق يعني انفجار السكان عنده قوي يعني لا يتحدد في موضوع تحديد النسل وطبعا أنا لا أؤمن بقضية تحديد النسل هذا موضوع موضوع زيادة عدد السكان في جميع الحال ألم الصين تجاوزت المليار طبق السكانية مارتها مجموعة الحالة اقتصادية مارتها جيدة جدا يعيش سكانها بحالة جيدة لو افترضنا أن الصين تعتمد على الموازنات لكي توزعها رواتب يعني على البشارة مستحيل شوف العراق العراق واردة شهري من النفط طيب 11 مليار 12 مليار تكفي موازن السنة من الدول من بقية الدول العراق موازنة مالة 150 مليار لا خدمات لا حالة اقتصادية جيدة للمواطن المواطن مدى يلتمس لا من خلال الأداء الحكومي والخدمات ولا من خلال الوارد الاقتصادي الفردي طيب لا لديه وارد ولا لديه خدمات في حين الموازنة 150 مليار ما حدث أنه مازر بهذا الحجم طيب سيد حسين اسمح لي فقط توجب السؤال سيد صباح سيد صباح هل النفط نقمة نقمة على الشاب العراقي على المواطن العراقي بحيث أصبح المواطن لا يملك وظيفة لا يملك مستوى دخل يناسبه لكي يعيش بكرامة في العراق هل النفط هو السبب يعني هناك دول تحدثة لسيد حسين وحضرتك قبل في بداية الحلقة أن هناك دول ليس عندك النفط ولكن عندها موارد بشرية استطاعت أن تستثمرها ووصلت إلى مصاف الدول المتقدمة ترى في العراق هل يمكن ذلك؟ حقيقة لا يمكن أن نعتبر الثروة النفطية أو الثروات الموجودة أنها نقمة لا يمكن وإنما النقمة الجوهرية والأساسية أقلية النظام في إدارة هذه الثروات هذا هو الجانب الجوهري الذي يعمل على توفير متطلبات ومستلزمات المجتمع ومواصلة الركب والتطور العالمي في كل الاتجاهات هذا هو الجوهر ليس نقمة ولكن بصراحة الثروة لم توزع بشكل حقيقي وبشكل إنساني يتمكن من توفير حقوق المواطنة أي بمعنى أن نبني دولة مواطنة وهذا هو الذي ينقص العراق في عملية استثمار ثرواته ولذلك نلاحظ أن غياب غياب الطبق الوسطى أو ذوبانها بالعراق كما تحدث أستاذ حسين حقيقة في كل أنحاء العالم وكل مجتمعات العالم أن الطبق الوسطى هي العمود الجوهري في التطور بكل الاتجاهات اقتصاديا ثقافيا سياسيا اجتماعيا خدميا بكلها لكن هذه الطبقة عندما تغيب لن يتمكن المجتمع من الارتقاء لو فرضنا في الجانب السياسي كما يحصل لغاية الآن نحن منذ عشر عشر 2021 ولغاية اليوم لم نتمكن من تشكيل حكومة ماذا يعني ذلك؟ هل غياب العقلية؟ لا وإنما غياب هذه الطبقة أن تكون موجودة في إدارة الدولة ولذلك هي عمود وكذلك الأقتصاد والتعليم ولذلك سنشهد في اعتقاده السنتين الثلاثة القادمة اللم تحصل عملية إصلاح بالوقت الضائع حاليا نحن بالوقت الضائع وأنا أشك أن هذه الطبقة السياسية تتمكن من إصلاح الأزمات التي يعيشها العراق يعني العوامل الأربعة الجوهرية في إدارة أي دولة تكون مستقرة ومتطورة هو شرعية النظام شرعية الحكومة هذا لغاية الآن مدى يترسخ أي مفاهيم ديمقراطية لم تترسخ في العراق والممارسة وأكبر دليل أن هناك قوة سياسية وأحزاب بالسلطة تمتلك أدرع مسلحة وهذا مخالف للدستور أو وجود إدارات في رئاسات الدولة تمتلك ازدواجية الجنسية وهذا أيضا مخالف للدستور ونلاحظ إعلامهم أن هناك تأخير في عملية الوقت الزمني للدستور وإنجاز عمليات الانتخاب وتشكيل حكومة الرئاسات يربطون التقدم والرقي والرخاء بتشكيل الحكومة وكأن الحكومة منذ 2003 وإلى الآن وحكومة يابانية هنا تكمن المشكلة الحقيقية في أزمات العراق حقيقة ولذلك نلاحظ ذوبان الطبق الوسطى بالعراق إذا استمرت بهذه الأزمات الخانقة التي يعيشها العراق نحن نكون على شفا حفرة من النار حقيقة في السنوات أو الأشهر بالأحرى القادمة من عملية بناء الدولة يعني الاقتصاد العراقي لن يكون قادرا على خلق الوظائف أستاذ حسين مثل ما ذكر صندوق النقد الدولي لن يكون قادرا على يعني إيجاد حلول سريعة للأزمات الاقتصادية في العراق الآن العراق عندما تأتي إلى المعطيات ليس فيه مياه ليس فيه إدارة للعلاقات الدولية وإدارة حسن الجوار يعني لم تقم الحكومة بواجباتها في هذا الإطار للمحافظة على حقوق المواطن العراقي في المياه في حق بلده بنهر دجلة والفرات إيران تقطع الأنهر وبالتالي أثرت على الزراعة وأثرت بالتالي على الثروة السمكية والثروة الحيوانية وإلى آخره وحتى زراعة الحبوب هل الآن الوضع الاقتصادي العراقي على شفى بركان يكاد أن ينفجر من وجهة نظرك يعني الشباب يريدوا فرص تعيين حتى وفق إطار عيني من أجل أن أحصل على مرتب يعني خارج إطار المعامل والمصانع وإحياء العملية الإنتاجية كيف تنظر إلى واقع الشاب العراقي في دقيقة واحدة؟ أنا أعتقد الشاب العراقي ليس أمامه أي مستقبل في وجود هذه الطبقة السياسية الموجودة التي سرقت المال ونهبت الأموال العامة ودمرت الشاب العراقي وقضت على الطبقة الوسطى أعتقد الشاب العراقي اليوم يحتاج وعليه أن يقوم بيده إلى عملية تغيير وليس إصلاح ما موجود في العراق للبعد تجاوز مرحلة الإصلاح تجاوز مرحلة الوقت الطائع لا بد من عملية تغيير في العراق لا بد من عملية تغيير لأن من كان سببا خلال عشرين عاما في الفساد وما أوصل العراق إلى ما هو عليها الآن لا يمكن أن يكون هو عامل إصلاح ولا المال العام يعتبر هو الحل مهما بلغت الميزانة وبلغت 200 مليون دولار لن تحل المشكلة لأن المال هو عامل مساعد البشر والتنمية البشرية والنظام السياسي والخطط الاقتصادية هي التي تعالج أزمة العراق وأزمة الشاب العراقي فإما أن يهاجر وإما أن يطالب بالتغيير وليس بالإصلاح ليس له أيده بقيت عندنا خمس دقائق فقط يعني أتوجه بها للإستاذ الصباح لنعرف بحكم خبرته في المجال الاقتصادي لو أنك الآن لك القدرة على انتشال العراق من هذه الهوى الاقتصادية إن صح التعبير أي يحتاج الأمر خطة قصيرة الأمد وخطة بعيدة الأمد كيف يمكن من وجهة نظرك الوصول إلى حلول تحدث عنها صندوق النقد الدولي وقال إنها معجزة الحلول تكمن بالدرجة الأساسية إيجاد حكومة شرعية هذا الجانب جوهري وأساسي جمع الإيرادات القادمة من النفط فقط حقيقة سبب لنا إشكالا كبيرا جدا في توقف العديد من المشاريع التي رصدت لها أموال ولم تستكمل أو تم سرقة تخصيصاتها لذلك اللاحظ من الضروري جدا البحث أولا عن نظام يضمن أن هذه المخصصات يتم عملية استثمارها في عمليات إيجاد الوحدات الإنتاجية بكل اتجاهاته في الزراعة في الصناعة في الخدمات في كل هذه المجالات يعني أن تهتم أنت بالمواطن وموقعه في العملية الاقتصادية أين يكون؟ هذا جانب مهم جدا يعني لغاية الآن حكومتنا لم تتمكن من مفاتحة كلهم من تركيا وإيران التي قطعت عنها أكثر من نصف المياه القادمة في دجلة والفرات وسببت لها حالة من حالات التصحر والجفاف ونقص المياه حقيقة أن تفاتحها بوجود مواقف حقيقية يعني الميزان التجاري بين العراق وتركيا وإيران يتجاوز بـ 25 مليار سنويا هل بإمكان العراق والحكومة الحالية أن تتخذ قرارا في تخفير هذا التوجه وتتوجه إلى دول أخرى كي تعمل على ضغط على تركيا وإيران في الجلوس على التفاوض في حقوق العراق المائية هذا لم يحصل وبالتالي من باب أحرص أن تكون الحكومة تحرص على إنتاج سوق للعمل وخلق فرص عمل للشباب تكون هناك المرحلة هرمية من أعلى إلى أسفل بالمحصلة هناك استهداف أو أهداف يجب أن تحققها الحكومة وفق واجباتها هذه في حال لو كانت حكومة قيادة وطنية مؤمنة بهذا التغيير هذا الجانب أن توجد قيادة وطنية مؤمنة بهذا التوجه سيعطي الإمكانية في فق أزمات العراق نعم سيد حسين كيف تعلق؟ أنا أعتقد المال العام والوردات العامة تحتاج إلى أياد أمينة لتحفظها حتى تنهر عملية اقتصادية لابد أن توفر أمينة من أين نأتي بالأياد الأمينة؟ ما عندك خلاص أنت تبقى يبقى المالك سائب ويبقى المال مسروق ومنهوب والفساد يبقى مستشف إذا كانت محاصصة نعم النقطة الثانية يحتاج إلى أمن قبل الاقتصاد اليوم توفر أمن تبدأ بعملية اقتصادية ما لم يكن هناك أمنا في المجتمع في البلد لا يوجد هناك أي مشاريع اقتصادية الأياد الأمينة الأمان في البلد ثم تبدأ في مشاريع اقتصادية تشجيع القطاع الخاص القضاء على البطالة المقنعة من خلال استثمار الطاقة الشباب أو استثمار التنمية البشرية يعني استخدام رأس المال البشري أفضل بكثير من استخدام فقط رأس المال النقدي فإذا هذه النقاط الأساسية هي التي تستطيع أن تنهض بالعراق وهذه كلها مرتبطة بعامل سياسي لا بد من عملية تغيير في العراق ولا أعتقد أي محاولة لأي عملية إصلاح لإنهاض لا في العراق سياسيا ولا اقتصاديا ولا أمنيا في ظل وجود هذه الطبقة السياسية شكرا لضيوفي الكرام في هذا الحرق أستاذ حسين سبع والكاتب المحل السياسي ضيفي في الأستوديو والأستاذ صباح علو الخبير الاقتصادي ضيفي عبر سكاي في الختام مشانيا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله شكرا سياسيا اشتركوا في القناة